انشغل العالم هذا الأسبوع بثلاث دول في أمريكا اللاتينية تواجه مشاكل اقتصادية وقضايا فساد رفعت ضد شخصيات سياسية المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مشاكل اقتصادية وتهم فساد بطلتها ثلاث دول في أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع هي فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم والأرجنتين والبرازيل المصنف سابع قوة اقتصادية في العالم وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حدة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة ما دعا رئيس البلاد نوكولاس مادورو إلى تمديد حالة الطوارئ الاقتصادية السارية منذ منتصف كانون الثاني مدة ثلاثة أشهر بغية استعادة القدرة الانتاجية للبلاد حيث تجيز حالة الطوارئ للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق أمام عمليات تأميم جديدة ما دفعها إلى الدعوة للتظاهر في كراكاس للضغط لتنظيم استفتاء لإقالة الرئيس اليساري أما الأرجنتين فتواجه الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر وعددا من وزراء الملف الاقتصادي تهمة الإضرار بالمال العام بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العمولات أجراها المصرف المركزي في الأشهر الأخيرة من عهدها 2007-2015 حيث صدر أمر قضائي بذلك إضافة إلى تجميد 15 مليون دولار من أموال الرئيسة التي ورد اسمها بقضية تحويل أموال إلى سويسرا عبر ملاذات ضريبية يشتبه بتورط عدد من أعمدة حكمها فيها وفي البرازيل عملاق أمريكا اللاتينية الناشئ المصنى في سابع قوة اقتصادية في العالم والديمقراطية الحديثة والذي يعاني أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود تم إقالة رئيسة البلاد ديلما روسيف بسبب تهم تلاعبها بالحسابات العامة حيث أنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي مهمها في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من الحكم اليساري في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية هذه الدول الثلاثة التي صعد نجمها مؤخرا قد تضعف الخلافات الداخلية وإقالة مسؤولين فيها لتهم فساد وجهت لهم قد تضعف من وضعها الاقتصادي على مستوى العالم